اشتركوا في القناة كأس العالم الخريطة بالنسبة لكرة القدم في العالم هتتغير هتتغير بشكل كبير جدا يمكن المغرب نجحت انها تحط افريقيا يعني في منطقة تانية خالص الخريطة هتتغير شكلا وموضوعا بعد كأس العالم نعم فازت الارجنتين بكأس العالم ولكن فيه فرق كتير جدا ومنتخبات كبيرة خرجت بدريا ومنتخبات ما كانتش على الخريطة وصلت الادوار يعني متقدمة جدا ولكن يعني يبقى كأس العالم ممتع حتى النهائي كان ممتع بشكل غير طبيعي يعني لحد اخر سفارة والاخر ضرب الجزاء كان كل فرق املي اتنين عندها امل هذه هي كرة القدم انتهى كأس العالم هننتظر ان شاء الله اربع سنوات قادمة لكأس عالم جديد كنا نتمنى يبقى كأس العالم زال طولة العالم كده الكرة دي دي كل سنتين ولكن يعني زي ما بيقولوا طبعا كرة القدم صعب يبقى ده متطبق او هي طبعا يعني اللعبة الاشهر والاكبر صعب بتعمل كأس عالم كل سنتين انتهى كأس العالم وانتهت المتعة وهنرجع تاني بقى ننتظر اربع سنوات خلينا نروح لحلقتنا حلقتنا النهاردة فيها مجموعة من الاخبار يمكن الاخبار اللي معنا مش كتير او لان في بعض الدورهات يمكن توقفت في دورهات شغالة يعني احنا في منتصف الموسم يعني عندنا اخبار مش كتير ولكن الفقرة الحوارية النهاردة هيكون معانا ملكات كرة السلة في نادي الاهلي واللي فوزنا مؤخرا ببطولة المنطقة واللي زعنا النهائي على شاشة قناة نادي الاهلي مع هاليوبلس هذا الفريق اللي تعاهد على حصد البطولات هذا الموسم دي تاني بطولة الحقيقة كابتون طريخ خيري المدير الفني القدير ومجموعة اللاعبات الحقيقة يعني زي ما بيقول لحضراتكم في البداية يعني توعدوا كلهم ووعدوا جمهور نادي الاهلي ان ان شاء الله السنة دي ما فيش بطولة روحة خادوا بطولة القاهرة يستعدوا للبطولة القادمة وهي السوبر المصري مع نادي سبورتينج وانقول لحضراتكم كل التفاصيل دي بس هيكون معايا النهاردة ان شاء الله مشرفيني طبعا فريد وائل نجمة الفريق وردوى محمد ودين عمر كابتن الفريق وايضا نهاشتة لعبة الفريق وعلى رأسهم طبعا المدير الفني القدير كابتن طريخ خيري انتظرونا في فقرة الحوارية نكلم معاهم عن هدفهم السنة دي وعن الخطوة خطوة ويمكن اخر خطوة بطولة القاهرة والفوز يعني باقتدار الخمس مرشات خمسة من خمسة هيكونوا معانا في فقرتنا الحوارية الروح لاخبارنا هنبتدي بكرة اليد سيدات اللي كانوا بيشاركوا في بطولة الكويت الدولية واللي نجح فيها النادي الاهلي او فريق النادي الاهلي سيدات انه يفوز بهذا اللقب للمرة الاولى طبعا في تاريخه لانه الحقيقة ما شاركش فيها قبل كده طيب فريقنا فازت باللقب البطولة اسمها يعني بطولة الكويت الدولية اول فرقة كسبناها يا فريق سلوى الصباح الكويتي بنتيجة 46-14 وقبلها كنا فوزنا على النادي البحرين البحريني 79-8 وقبلهم كنا فوزنا على فتاة العيون الكويتي 62-14 اول مطش كان قدامه انتخب عمان 54-10 نعم السكور فرق كبير طبعا ولكن كان مهم جدا بطولة زي دي مش الهدف منها الفوز ولكن الهدف منها هو معسكر مغلق للعبات اللي اتحرموا طول الموسم من تدريب منتظم او معسكر منتظم مش يعني برادتنا او رادة الجهاز الفانية ولكن كابتن محمد عادل كان عايز الفرقة تتلمو ولكن زي ما حدادكم عارفين كان منتخب السيدات بيشارك في بطولة السنغالة بطولة افريقيا فقعدوا شهرين 3-10 او 15 لعبا من الالي بيشاركوا مع المنتخب وبيجوا بس يتمرنوا مع الفرقة مباراة ولعبوا مبارتين كل اسبوع وقعدوا على الوضع ده شهرين 3 وبعد كده بعد ما عادوا مع المنتخب ما كانش في فترة كافية ان الفرقة تتمرن فالمعسكر ده كان الزامي وكانت فرصة كويسة مش المهم المكسب ومش مهم النتيجة ولكن المهم كان التناغم وعود التاني التركيز للفريق وده اللي حصل وان شاء الله القادم يكون افضل لهذا الفريق خاصة انه بيشوف منافسة شرسة السنة دي في الدوري وده يمكن من اقوى الدوريات اللي تعاملت في كرة الياد لسيدات هادة المسي ولكن كلنا الثقة في الجهاز الفني واللعبات ان شاء الله يستطعنا حصد بطولة الدوري لهذا المسيوم طيب هنروح لكرة السلة وخلينا اقول لحضراتكم وصلنا فين دوري كرة السلة انتهينا من دوري المرتبط طول العربية بقى دوري المرتبط وبنلعب دلوقتي دوري ولعبنا كأس مصر مبارايتين ودلوقتي بس لسه موصلناش لأدوار النهائية وبنلعب دلوقتي دوري السوبر بلاعب الستاشر بيستوف تري والثاني بلاعب الخمستاشر وهكذا النادي الاهلي وقعت القرع معاه مع الظهور اللي احتل المركز الستاشر في دوري المرتبط هنا بنلعب مبارايتين بيستوف تري في المباراة الاولى استطاع النادي الاهلي ان هو يفوز في المباراة الاولى على ملعابه واثنين وتسعين تسع عردين في صالة الأمير عبدالله الفيصل بمقر النادي الاهلي بالجزيرة وده صور من المباراة طبعا المطش ده اظهروا فنين كابتن احمد الجرحي من قبل الاتحاد السلة والله هيكون منهم المطش اللي فات والمطش اللي جاي ومطش السوبر هيكون وقف ان شاء الله على البنش طيب انا بس عايز اعلق هنا حاجة سريعا الا وهي عقوبة الاتحاد المصري على فكرة يعني التويتر اللي كان كتابها مستر اجوستي هو بيوصف حالة الراجل ما غلطش في حاجة وما قالش حاجة فيها تجاوز هو الراجل مفروض اتحاد السلة اللي يراجع نفسه مش مستر اجوستي ولا يعني اي حد يقول كده لانه انت يعني فعلين فعل ضرب من غير كرة في الملعب بتدي له ايقاف مباريتين وغرامة مالية ولاعب بيرقس بعد المباراة متصور بتليفون متصور بتليفون وبيهرج مع اصحابه بتدي له مباريتين وايقاف هنا احنا مش معترضين انت شايف انه يستحق عمر الجند الاقوبة ادي له ولكن هل يعقل انه يبقى الاقوبتين زي بعض ولكن هنا فيه توائم اتحاد السلة لأسف في الاقوباته بيبص الاقوباته رايحة على فين الاول وبعد كده بيتواقم اللي حصل ده مش مصطرة واحدة خالص والكلام اللي قاله مستر اجوستي بوش اصابه كبد الحقيقة ومفروض اتحاد السلة يراجع نفسه مش اجوستي بوش اللي توقف مفروض اتحاد السلة يراجع نفسه يراجع نفسه في عقوباته ويراجع نفسه كمان في الحكم على الامور وتبقى مصطرة واحدة احنا مش معترضين على اقاف عمر الجندي خالص بالعكس عشان ما تفسروش كلامي غلط ولكن انا معترض انه تبقى مصطرة واحدة وده اللي بنطالب بيه حتى في المباريات في المباريات او التحكيم مصطرة واحدة زي ما بتصفر علي صفر على غيري فيه مديرين فنين فرقة تانية وليه فيديوهات كتيرة جدا وفيها يعني تجاوزات انا مش هزكر اسامي وكلنا شايفين وكل سوشيال ميديا ما سابتش خلت الكل بيتابع ولكن النهارده لما تلاقي بعض المديرين فنين فقندية اخرى مع كل الاحترام ليهم احنا بنتكلمش على شخص احنا بنتكلم على فعل والالفاظ والافعال مالية سوشيال ميديا ولا يتاخد موقف هنا انت بتبص اللون التشيرت هنا انت بتبص اللون التشيرت قبل الرقاف ولكن للأسف هو ده قدر النادي الاهل قدر النادي الاهل ان هو اكتر نادي بيلتزم باللوايح والقوانين وهيبضل يدافع عن القوانين واللوايح بكل الطرق الشرعية ولكن هنا احنا رفضين تماما انه متبقاش فيه مصطرة واحدة فيه الحكم على الامور ولازم اللي يراجع نفسه مش مش ترقى جوش تيبوش ولكن اللي يراجع نفسه لجنة المسابقات ايا كان او اتحاد السلة او مجلس ادارة يراجع نفسه مرة اخرى عن القرارات وده كلام ما يزعلش حده على فكرة مش هلا اللي بقول كده مصر كلها بتقول كده مصر كلها مش جمهور النادي الاهلي فيه مواقف تانية فيه امور تانية بيتقال نفس الكلام فاذا هنا فيه ازمة فيه مشكلة حقيقية في الحكم على الامور لازم اتحاد السلة يراجع نفسه طيب خلينا نروح للخبر اللي بعد كده وهنتكلم عن سبورتينج او فريق كرة السلة لنهارده سيدات اللي ديوفنا في بعد الفاصل زي ما قلت لحضراتكم انتهينا من بطولة القاهرة راحين على السوبر مصر سوبر مصري مع فريق سبورتينج فريق سبورتينج بيعيش افضل حالاته الفنية خاصة بعد فوز ببطولة افريقيا للمرة الاولى في تاريخه وفي تاريخ مصر واحنا بننتهز الفرصة الحقيقة عشان نقول لنادي سبورتينج مبروك مبروك شرفته مصر انت كنت ممثل مصر في هذه البطولة بنقول لنادي سبورتينج مبروك وده ابدا ابدا حاجة تسعدنا ان فريق مصري يفوز ببطولة افريقيا طبعا كنا نتمنى النادي الاهلي هو اللي يفوز ولكن عندما يمثل فريق مصري فريق محترم زي سبورتينج لازم نوجه له التحية ونقول له مبروك ولكن مبروك السوبر القادمة مبروك صعب لنادي سبورتينج يريد انه هو طبعا يعني يعني يرد اعتباره بعد الهزيمة في دورة مرتبط 2-0 من الفريق الكبير وهنا فريق وفريق راجع بعد ما فاز ببطولة افريقيا بعد ما فاز على بطل موزنبيق كوستا دي سول بنتيجة 65-58 اذا الحالتين الفريقين في حالة فنية جيدة فريقتنا الحمدلله فايزة ببطولتين بسبورتينج راجع من افريقيا فايزة بافريقيا فاذا ماتش السوبر لن يكون سهل بمكان فكابتن طاري خيري محترم المباراة جدا واللعبات ودلوقتي الجهاز الفني واللعبات بيعكفوا انهم يدرسوا سبورتينج بشكل جيد طبعا نتمنى التوفيق لفرقتنا طبعا زي ما قلت لحضراتكم ان احنا يعني المباراة تقام يوم 24 يوم 24 يعني يوم السبت القادم بإذن الله على صالة مجمع الدكتور حسن مصطفى بالمناسبة هو هيكون الرجال والسيدات في نفس الوقت يمكن هكون السيدات الاول الساعة 6 وهيكون الرجال الساعة 8 وقت تتغير المواعيد على حسب البث التلفزيون الساعة 4 و 6 معلش 4 و 6 هنروح لكرة طائرة رجال وهنا يعني دور كابتن محمد مصال حميد واللي استطاع انه يتصدر هو ولعيبة واللعيبة طبعا المجموعة الاولى اللي احنا لعبنا فيها تصدرناها وهنطلع للدور اللي بعد كده بإذن الرحمن عشان نلاقي 3 فرق من المجموعة التانية عشان نخش بعد كده على الأدوار الاقصائية طيب فريتنا فازت آخر مباراة على فريق اسكندريال بترول ودي المباراة وجاءت الأشواء ونقنناها طبعا على شاشة قناة النادي الأهلي وجاءت الأشواء 25-16 25-17 25-17 فريتنا طلعب ب30 نقطة من 10 مطشات فوز مصر البترول بنها بتروجيت الترسانة اسكندرية كل مباراة دي رايح جاي فريتنا هتلعب في الدور التاني في المجموعة مع المجموعة الأولى مع فرق شراءة دخان واسموحة والزمالك مباراة صعبة مباراة بتاعت الزمالك اللعبة اسكندرية البترول أنا أسف خلينا نشوف الجهاز الفني واللعبين أهلوية وارجع لحضركم مطش النهار نحن باللعب اسكندرية البترول ده يعتبر آخر مطش في مرحلة الدور التمهيدي للدوري اللي جاي عندنا المفروض أن القوة بتاعت المطشات هتبدأ بتدريجان تزيد المرحلة اللي جاي عندنا فيها هي بقى الزمالك وسموحة دي مطشات تعتبر قوية جدا بالنسبة لنا دي اللي هتأهين نحن نلعب من المنشاطة البلاي أوف من الأول للتامن المجموعة اللي جاي مجموعة مهمة جدا بالنسبة لنا هيبقى فيها معانا من المجموعة بتاعتنا بترسانة والبترجيت ومن المجموعة التانية هيجينا سموحة والزمالك والشارة الدخان بوسي هو سيستم التمرين نحن بتمرن عليه طبعا هو سيستم واحد يعني ممكن نلعب به لكن تطبيقه بيختلف من مطش يعني النهارده سكندريا البيترول أكيد قوتها مش تبقى زي قوت مطش زمالك زي قوت مطش سموحة لكن السيستم التمرين اللي نحن شغالين عليه بيبقى واحد لكن التطبيق بيختلف من مبارا المبارا طبعا الحمد للرب عمين آخر مطش لنا في الدور التامهيدي طبعا مستعدين والحمد لله بشكل كويس كان عنديها تامين الصبح النهارده وقابلها بيومين مررنا الصبح والليل يعني خدنا مخضرات على الفريق طبعا فريق مخترم مع مدير فني دي خبرة في الدور الممتاز ولعبة مخترمة استعدانهم بشكل كويس خدنا مخضراتنا وجهزنا للماتش والحمد للرب عالمين حتى نظر كابتن بيد ولو حدرك رحزتي والسادة المشاهدين جرب عناصر الشباب وده المطلوب مننا الفترة ديت وفترة جاءة ان شاء الله رب عالمين عشان بنبني فريق وربنا ان شاء الله في الجاي بإذن الله طبعا هم أم مهارتين عندنا أول مهارة هي بالنسبة للاي فريق هي مهارة الإرسال عندنا طبعا الحمد لله فرقتنا من الفرقة المميزة في لعبة الإرسال فدي كانت مهمة بالنسبة لنا ولحقة الصد فالحمد للرب عالمين يعني نفذنا نهارده الإرسال بشكل كويس حاصل بعض الأخطاء بس بنتمرن عليها ان شاء الله رب عالمين احنا كنا مستعدين الفاتر وفاتت عاملين فاترة إعلاد قبل الدور التمهيد يعني والنهاردة كنا بنختمها بمطش اسكندرية بترول والحمد لله يعني مطش النهاردة ما كانتش أصعب حاجة والفرقة كلها كانت جهزة وبالكابتن ميدو بيحاول يلاعب الناس الصغيرة والنشئين على قد ما يدر يعني في المطشات دي فالحمد لله الدور الأول عد على خير وكسبنا كل المطشات 3-0 والحمد لله بقى بنستعد لجاي طبعا بشكل مختلف بشكل أقوى فالحمد لله طبعا وفاترة الجاية كابتن ميدو قال لنا ان احنا هنبقى في معسكر يعني زي معسكر مولك فاترة الجاية عشان المطشات الجاية تبقى أجمل طبعا من الدور الأول فدي هنستعدلها بشكل تاني ويوم الخميس ان شاء الله هننزل التنبين صبح وليل وجاي ان شاء الله أحسن وهدفنا ان احنا نكسب المطشات الجاية ان شاء الله وكلها وعلى نفس اللي احنا مشين عليه يعني يعني هو بيقول بالذات اللعبة الصغيرة أو اللي لسه ما نشئين بيقولهم يلعبوا كأنكم عادي في التمرين زي ما انتم بتأدوا في التمرين ما حدش يضغط نفسه وقتها طلع لعندك كله وإحنا بناخد الكلام ده من حقا قد ما نقدر نطبقه في الملعب يعني وفي المواطش يعني زي ما حيك شفت انه قد الناس كلها لعبت والناس كلها لعبت بشكل كويس يعني صغيرين وببار فالحمد لله هو طبعا قبل المباراة كان في محاضرة كان بتميدوا وكان مفهمنا على كل حاجة ومجهزنا يعني كنا لعبنا الفردي في اسكندرية قبلها فمذاكرين وحفظين بقى زواياهم وحفظين كل حاجة فانزلنا نفزنا كل المطلوب والحمد لله الموراة كانت سهلة وقدرنا نكسيتات سفر احنا داخلين طبعا على الدور الجاي معنا اسموحة والزمالك والشرية كل واحد معهم نقاطهم واحنا والزمالك متسويين كل فريق معا اتنين محترفين واحنا برضو جاهزين بس يعني ان شاء الله ربنا وفعنا بإذن الله اهلا بحضراتكم من جديد وخلينا أقولكم ان الفريق ده بيستعد كمان للسوبر السوبر المصري في كرة الطائرة هيتعامل لأول مرة في التاريخ وهيتعامل من أربع فرق وان شاء الله كل التوفيق للنادي الأهلي التحدي الأكبر لكامت المحمد مصالح حميدو الفترة اللي فاتت عشر مباريات كان انه يعمل الروتيشا وانه يجهز أكبر عدد من اللعيبة عشان بقى عنده سكوات قوي عشان وقت الجدي يلاقي اللعيبة كلها جنبه على البنش يقدر بيهم يعمل منوفر جيد من كرة الطائرة رجال هنوح للسباح سبحنا سبح النادي الأهلي ومنتخب مصر أحمد أقرام استطاع انه يفوز ببطولة فرنسا المفتوحة للسباحة 1500 متر حرة ألف مبروك يا أحمد الحقيقة ده إنجاز كبير جدا وأحمد تمان بيستعد لبطولة الجمهورية عشان هيلعبها مع النادي الأهلي في فترة اللي جاية بعد فوزوا بهذه البطولة واللي اتلعبت في الفترة من 16 ل 18 في بطولة فرنسا الدولية يحنقوا وبيحفزوا لللي جاي إن شاء الله ونتمنى أحمد أقرام بطنة الكبير إن شاء الله يكون ليه تواجد قوي في باريس عشرين 24 وطبعا يقدر يفوز بأحد المدليات اللي نتمنى إن السباحة المصرية تحقق إنجاز مش بعيد والله الدنيا مش بعيدة الدنيا قريبة بس فضلنا تكة شوية وأحمد أقرام من اللاعبين أو من السباحين اللي بينتظرهم يعني مستقبل أو بينتظرهم فرصة جيدة في باريس عشرين 24 كده نكون خلصنا أخبارنا داخل جودنا دي الأهلي خلينا نروح لأخبارنا المحلية هنبتدي من السكواش وبطولة العالم التي عملت في مصر الحقيقة في إنجاز كبير يمكن غيب عن مصر فترة طويلة هو فوز فريق السيدات ببطولة العالم للسكواش ألف مليون مبروك الحقيقة إنجاز كبير جدا جدا نجح فيه فريق السيدات الفريق كان بلعب فيه نوران جوهر نور الشربيني رحوا دي صور من البطولة نجحوا إنهم يفوزوا بالبطولة أو بطولة العالم لمصر تلعبت على ملاعب نادي مادينتي في الفترة من عشر 16 ديسمبر مصر فازت في النهائي على أمريكا 2-0 وكانت البداية مع نوران جوهر واللي فازت على الأمريكية من أصول مصرية أماندا صبحي بنتيجة 3-2 وبعدين قدرت نور الشربين إنها تفوز على الأمريكية أوليفا فيتشر بنتيجة 3-0 منتخبنا كان فازق بالنهائي على منتخب ماليزيا بنفس نتيجة وفي دور التمانية كنا فوزنا على منتخب اسكتلندا بتاردة صفر يعني الطريق إلى البطولة لم يكن مفوز بالورود ألف من يوم مبروك ده اللقب الخامس لمصر 2008-2012 2016-2018 والآن وبعد غياب أربع سنوات 2022 مصر تفوز باللقب الخامس هنروح لبطولة أفريكا للشباب لريشة الطائرة ومصر تنجح في حصد خمس مادليات ذهبية وأربع برونزيات البطولة بتتلاقي فيه موريشيوس في الفترة من 7 إلى 18 ديسمبر اللي احنا فيه فلو شفنا المادليات الذهبية حققها الزوج المكون من محمد حجازي ويوسف محمد أما البرونزيتين في حققها هما جانه شام عبدالقادر جانه شام عبدالقادر في فرد الأنسات وحقق زميلها محمد يوسف برونزيت فرد الشباب وكمان جانه شام عبدالقادر وجنة الوزيري حققه برونزية زوج الأنسات والمنتخب ككل حقق برونزية الفرق المنتخب شارك ببعثة مكونة من تمت العيبة محمد حجازي يوسف محمد حسين سيف عمر معازي شام جانه شام جانه طارق الوزيري ريم حسين وجانه محمد ألف منهم مبروك الحقيقة ريشة الطائرة تاخد خطوات جيدة للأمام نتمنى إن شاء الله لهم التوفيق فيه ما هو قادم والحقيقة اتحاد ريشة كمان الطائرة باز الجهد كويس والاتحادات الحقيقة اللي بتحارب عشان تحط مصر في المقدمة كده كون انتهت أخبارنا خليها تعلي فاصل أجزاء المشاهدين عشان بعد الفاصل نستقبل فريق كرة السلة سيدات واللي استطاع أيام حصد ثاني ألقابه هذا الموسم وهو بطولة القاهرة ولكن بعد أهلا بحضراتكم الجديد وزي ما حضراتكم شفته ده كان ثاني ألقاب فريق كرة السلة سيدات واللي استطاعنا يفوز بطولة القاهرة منذ أيام واللي شفناها وتابعناها على شاشة قناة نادي الأهلي في البداية برحب بكابتن الفريق الكابتن وكابتن دينا عمر زي كابتن دينا زي كوتشايسون من ورانا مرور مرسل حضرتك مرسل جدا مصراح لا وصراحة يعني الحمد لله وبنرحب طبعا بنجمة الفريق اللي حقيقة كان لها دور كبير جدا في أمورات اللي فاتت وحتى جمهور النادي الأهلي علق على ظهور مستوى بشكل جيد معانا طبعا فريدة واقل ازاك فريدة ازاك كوتش زي حضرتك مرسل حضرتك والحقيقة أداء كويس والمكسب أكيد كمان حد او طبعا الحمد لله كان المكسب حلو وكانت دافع يعني البطولات الجاية ان شاء الله دينا أجيلك يمكن البطولة أو المسم ده ليه طعم تاني أو شكل تاني أو ليه وضع تاني احنا المسم اللي فات ما كانش أحسن حالي دي حقيقة فبيبقى المسم اللي بعد المسم السيء أو الدروب ده بيبقى حاجة من طويل بيها بتعيش في الدروب تاني بالزبط بيها بتطلع وبتطلع بقوة فانت كاكبتن فريق كنت شايفة الاستعداداتي لاني أكيد ليك دور أكيد كان ليك دور مع جهاز الفني وليك دور في الكلام مش بس جزء فني في الملعب وطبعا كنت أدي جزء بير جدا فني في الملعب ولكن منتكلم على الجزء الإداري مع العباب شفت المسم إزاي وبدايته هو زي ما حالك قلت في البداية طبعا أكيد إحنا عجينا من فترة مش كويسة فكان حافز لنا طبعا إن إحنا لازم السنة دي نعمل حاجة فيعني بصراحة كابتن طارق يعني بيعمل لنا كل حاجة إحنا نفسينا فيها يعني بجد وفعلا طبعا مع تعديمات السنة دي مع إن فعلا كل واحد حطت الموضوع في دماغه وفعلا كل الناس بتعمل اللي عليها هو زيادة وكله بيجي حتى على نفسه وكل حاجة عشان إحنا فعلا عايزين نكسب فكانت الدليل الحمد لله إن إحنا ومع أول بطولة اللي هيك بطولة المرتبط إحنا كانش فيه كرم أحسن من كده بصراحة يعني كان شكلها حلو جدا 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 فعلا فعلا كل الناس كانت مفصوصة بالضبط المحترفة كمان ولادتم من غيرها بالضبط فهو فعلا يعني هو كمان حتى يعني بصراحة هاي المحترفة مش لعب اللي هو الأساسي هو لعب مفيد للفرقة فاللي هو حتى يعني كابتن طاري مسلا هو أكيد بيعتمد عليها وكل حاجة زي أي فرض من أفراد الفرقة بس هي موجودة بتساعد فرقة وهي حد متعاون جدا مش حد أناني أو مش اللي هو بينزل عشان مسلا نجيب تلاتين بوينت لوحده ومالوش دعوة يعني فهم من كلامك أن الفرقة النهاردة مستعتمدش عن نجم الواحي زي إبنك آه بصراحة كل الفرقة نزولة بصراحة آه دي حقيقة لا الحمد لله كلنا من يعني من أكبر لأصغر حد الحمد لله يعني حتى لما أي حد بينزل بدل أي حد تاني مش بيحصل أي مشكلة بل بالعكس اللي نازل بيبقى عنده دفع يعني قوي جدا إن هو يلعب كويس قوي 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 واللي خارج بيشجعه أكين هو اللي بيلعب بالزبط والحمد لله دفع البيعين طفرة من كلامك هدينا برضو إن التغيير اللي عمل طفرة كبيرة طفرة يعني أنا شايفها طفرة أنا شايفها يعني مكسب المرتبط بذكور عالي زي كده تخش عطوة الكاهرة بالمنظر الحلو ده الطفرة دي مش بس فني كمان روح أنا فهم من كلامك إن فيه روح تانية خلص لا هي بصراحة دي حقيقة يعني بدليل حتى أنه إحنا الحمد لله فرقة كاملة متكملة يعني في كل بوزيشن الله أكبر طبعا مع التدامات اللي حصل السنة دي ورجوه سوريا وميرال ومعانا الدقتي طبعا فريدة كل برق يرجع نفسه كنا إحنا حتى فقدين السكة شوية فقدين المكسب ومش عارفين نرجع ده تاني مع بالزبط فعشان كاهم مش عارفين نرجع تاني فعشان كاهم بنسبة لنا التحدي طبعا الجمهور يعني عامل أساسي لأن هما أكيد شافونا وإحنا بنخسر فأكيد ده 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 حاجة وحشة وإحنا من نفسينا أكيد زعلانين إحنا ما نستحقش كده مش بقلل من أي حد تاني بس إحنا الحمد لله دايما يعني بصراعة واللي بلعب في الأهل دايما العبق عليه يعني أكتر بكتير من أي نادي تاني انت بتتحاسب انت بجد بتتحاسب بعد كل بطولة وبعد كل جيم فكانت النتيجة الحمد لله إن إحنا موتش أو يعني بطولة المرتبط الحمد لله بلا هزيمة فدلوقت إن شاء الله والمنطقة برضو الحمد لله بلا هزيمة فاكيد ده 2 من 5 إن شاء الله السوبر يوم 24 يا رب يا رب يا رب نتمنى إن هو يبقى التالت إن شاء الله بقى يبقى بعدها بإذن الله الكاس والدوري يا رب يعني نستنىكم برضو إن شاء الله فريدة جيلك يمكن أخذ من كلام دينا إنه أنت ما شاء الله السنة دي عاملة موسم يعني كويس إيه سر التغير إيه طفرة اللي حصلت ليه يعني أنت لعيبة كويسة طول الوقت بس الموسم ده يعني أنت ظهرة بمشاكل باسم الله إن شاء الله الله أكبر حاجة مميزة جدا إيه السرف كده والله يعني هي أكيد برضو زي ما دينا قالت هو كان ثقة يعني إحنا بدأنا نرجع الثقة وبرضو كابتن طاري لما جي كان بدأ يعني هو بيحفز دايما وبيحاول يدي كل واحد إنه هو يحاول يدي الثقة في نفسه وإنه هو يعني معتمد عليه ودايما كابتن طاري بيأكد إنه هو معتمد على كل حد وكل حد لي دور وكل حد يعني كابتن واسق فيه فأنا كنت والله يعني السيزن ده كنت حاسة أن أنا عايزة أدي أكتر عن السيزنز اللي فاتت كنت بأتمرن أكتر وكابتن طاري كان برضو بيدعمني أكتر وبيديني سوفورت وثقة فدي برضو حاجة أكيد تساعدتني مع برضو التدعيمات وأنه فرقة كلها إحنا السنة دي فرقة كلها كله عنده روح وكله بيسق في بعضه وكله يعني عايز يكسب فدي برضو حاجة بتساعد كل اللعيبة أنها تظهر بشكل كبير تعرف أنت قلت كلمة حلوة يعني أنت قلت أنه هو أن اللعيب بيأخد الثقة من وسط كلامك يعني أن اللعيب بيأخد الثقة من مدربه يعني أنت لما تلاقي المدرب دعمك وبيمؤمن بقدراتك فبالوقت ده أنت بتموت نفسك والحطة السيكولوج دي حطة مدربين كتير غايبة عنها يعني هو عايز اللعيب ما كانه أعاده مطشين ثلاثة وروح منزله عايزه يبقى نجم فيمكن التغير الكبير ده أفهم من كلامك أنت طول الوقت كويسة ولكن مع الثقة اللي خدتها من جهاز الفني أنت أثبتك مكاني طيب خلينا نقول على مباريتين السوبر يمكن مباريتين السوبر كلكم ظهرتوا بمصر جيد بس أنت طبعا كنت شكلة يعني مظهرك وشكلك في الملعب حلو كليك دور كبير لما عرفت أن المحترفة مش هتلعب مش موجود يعني مفهود دايما إحنا عندنا في مصر الإيمان بالمحترف يمكن دينا بطول الإيمان بالمحترف كان بيبقى عالي قوي ولكن محترفة مش موجودة وبنلعب من غيرها بنلعب مع سبورتينج المرتبط خسر الماتش الأولاني كانت له الظروف مش حلوة لعبتوا من تلت عاملة زي وقلتوا البعض إيه أول كدت انطرق لكوا إيه والله هو إحنا أول لما عرفنا أن إحنا في الماتش اللي قبله مكناش عارفين أن المحترفة تصابت يعني إصابة جامدة عشان هي كملت على الإصابة فما كناش عارفين أن هي لدرجة ناية ما تقدرش تلعب الماتش اللي بعده بس إحنا عارفنا قبل الماتش على طول بشوية صغيرين يمكن أن هي مش تقدر تلعب فساعتها عملنا ميتنج وساعتها الكابتن حتى يعني قال لنا هي لعبت أو ما لعبتش إحنا كلنا فرقة واحدة وكلنا يعني السكة موجودة وإحنا مش محتاجين يعني هي قاب طبعا المحترفة بتديف لأي فرقة مهمة جدا طبعا بس إحنا فرقة الحمد لله زي ما دينا قالت إحنا فعلا متكاملين وفي كل position ما شاء الله فيه أكتر من واحد فكل موجود فحتى لو هي مش موجودة إحنا نقدر إن إحنا نلعب ونظهر بشكل كويس وكابتن كان مصر على حاجة زي كده فهو برضو دينا السكة إن إحنا نقدر نلعب من غيرها وكلنا كلمنا مع بعض وحتى ما شاء الله نزلنا الماتش ده يعني صحيح كلكم كنت رمنا من مفيد فعا كمان كنت كويسين هي الروح يعني كتروح وكابتن أصر يعني على الحتة دي فريدة ساعات بيكون الفرقة لما يكون فيها نجوم كتير خلينا نتكلم بأمانة يعني وفرقة البنات بالزيادة يبقى في المنافسة دي أو المنافسة في اللعب في مركز مثلا ممكن تبقى أزمة للمدرب ويمكن زي ما بقولك بيبقى فرقة البنات يمكن أكتر شوية من الولاد شايفة الكامل الكبير ما شاء الله هو أكبر يعني ربنا يحفظكم يا رب شامل شايفة كامل الكبير من النجوم وأنه عندنا في كل مركز لعبة واثنين وثلاثة شايفة داعب أو شايفة دا حاجة كويسة بالعكس أنا شايفة دي حاجة كويسة لأنه برضو يعني إحنا الحمد لله فرقة كلنا بنحب بعضه كلنا أصحاب وكابتن حتى يعني من أول سيزن لآخره هو بيعمل روتيشن فبيدي كل واحد حقه وبيدي وقت لكل واحد وفي الأول في الأخر لو ماتشا مسلا جامد الطبيعي اللي ماشي هو اللي يكمل ودي حاجة يعني دي حاجة عارف أوه بالزبط يعني اللي يومه هو اللي يلعب وكابتن حتى لو أي حد مين اللي يومه هو اللي بيلعب وماتشاة التانية كلها بيحصل روتيشن فبالعكس دي حاجة كويسة لأن دي دا حاجة أحسن لنا في الفرقة إن إحنا عندنا كذا حد فلو فرقة تانية مثلا فيهم مثلا خمس ست سبعة لعيبة كويسين ويفو دل فرقة بو بالزبط لو تعبوا إحنا أول ما بيرايح الناس التانية نزلة جاهزة الناس التانية النجوم برضو فبينزلوا ويكسبوا برضو فإحنا العكس دا اليد دي نحن يمكن برضو أجيلك هدينة برضو يعني أنا بأخذ برضو من تالي بفريد أجيلك يمكن بقى دلوقتي وشوفنا دا في الولاد على فكرة بقى دلوقتي السيستم الروتيشن لو أنت ما نجحتش تعمل الروتيشن دا واعتمدت على الفرقة الاتنين دا تلعيبة هتخسر صحيح فالنهاردة فريق الولاد أو الرجال روتيشن بيعملوا مستر أجوستي بشكل جاي شايفة الروتيشن دا دلوقتي غير فكر الكرة السالة في مصر ولا هنرجع في يوم الأيام تاني لا يعني صعب لأنه هو دا دا العالم كله بيلعب كدلوقتي اي حد بيلعب دا النظام دلوقتي فصعب إحنا بنتقدم مش بنرجع لورا خصوصا لما تبقى في نادي كبير زي نادي الأهلي أنت زي ما حاج بتقول أنت عندك ناس كتيرة جدا فهو أنت ما ينفعش تجمت حد تلعب حد ما تلعبش يعني هو صعب وأنت أكيد في أخير مصلحتك المكسب بس فيه مداربين بيبقوا خوافين شوية خليك كم كل مقاعد لا ما دا شيء طبيع بس على حسب بقى أنت وسيكوتك بنفسك وسيكوتك بفرقتك يعني في الآخر أنا واصق في الـ 12 إحنا إحنا الـ 16 أنا واصق في الـ 16 خلاص مش بنسباني مش ربق فريق لي يمكن دا ما الأكتر كمان هي كمان أولي كدينا في مطش هيليو بيسرفان بزبط شفت ضبعا كله وكنا نقلون عقلات الأهلي في البداية كان فيه هزة شوية طبيعي طبيعي فلما بيس ما فيش ضغط خالص هو خلاص ضمن مركز خامس تقريبا فبيلعب بدون ضغط وهو بالنسبة له يعمل مطش كويس قدام الأهلي ده هدف أكيد لو كابتن إيهاب حافظنا كوان بالزبط طبعا بالزبط فكان فيه في الأول هزة شوية لما حصل روتيشن ونزلوا العيب أجداد خالص بالزبط يعني بين شبلية كان من أحسن الناس بصراحة في المتش ده كانت فريدة وهالة وميرال ومع باقي الناس فيه ناس ما كانتش موفقة فالعوض ساعتها كان الناس الديفنس بصراحة جدا فيعني اللي مشيت معاه المتش ده مش الناس مثلا لسكارر زي عندنا مثلا يعني يعتبر مثلا ميرال سوري ندين وصراية اللعيبة اللي تحب الباسكت أكتر فقفلت معاهم شوي فكانت النتيجة بقى بالزبط فالحمد الله فكان هيبقى فيه مشكلة سعيدة مش هتلاقيهم بس ف ده كان فرق عند بنت قوي قوي بحقيقة قوي وطبيعي الفرقة التانية ده ما يزعلش اللعبات في حاجة لا 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 خالص لا بالعكس يعني فريدة نزلت كانت كويسة جدا ووفقة وعوضت كل واحد بيلعب على إمكانياته وكل واحد بيلعب على الكويس عنده فبالتالي الحمد لله ده اللي خلينا فرقة متكاملة لأن مش كلنا كويسين في كل حاجة فيه ناس ممكن تكون فيه ناس كويسة في كل حاجة فيه ناس مميزة في حاجة فيه ناس مميزة في حاجة فبالتالي كلنا بنجمع أن إحنا فرقة كاملة متكاملة فالحمد لله ده اللي خلينا السنة دي ستيبل ووقفيني على رجلينا وزي مثلا حصل في مثلا مطش الجزيرة برضو كان مطش سخيف شوية بس بالزبط فالحمد لله ده قدرنا أن إحنا نخلصه في الآخر ووقفيني على رجلينا روتيشن كويس قوي لخارج زيلة داخل وكانت النتيجة برضو في هليوبلس ده برضو اللي حصل والحمد لله أخذنا التطوط المنطقة فريد أقول لي أنت في نصف أنت في وسط الموسم يعتبر نقول في يناير الموسم بيخلص على مايو على جون يعني هتقلين في نصف الموسم أو يعني داخلين على نصف المطالب من اللعبة إيه أنت في الوقت ما شاء الله وصلت لطوف فورم عاملة فورمة كويسة الحمد لله وجودك في الملعب يعني مهم جدا إزاي تحافظ على ده شايفة ده ممكن نحافظ عليه إزاي إزاي تحافظ أن أنت تكملي الموسم كده والله أنا شايفة أن هي يعني لو الواحد وصل لطوف فورم ما يوقفش يعني نفس يعني نفس اللي هو كان بيعمل أنه لو أنا مثلا بدأت أشتغل زيادة على نفسي شوف أنا إيه مثلا كانت الحاجات نقطة الضعف اللي عندي أشتغل عليها أنزل أشتغل بدني مثلا زيادة أنزل أتمرن أتمرن كويس قوي في التمرين الحاجات دي يعني مهما كان أنه إحنا أخذنا بطولتين ده مش معنى أن السيزن خلص فمعنى أنه إحنا بالعكس ده دافع أن أنا أتمرن لسه ثلاث بطولات لسه السوبر المصري والكاس بالزبط دافع أنه إحنا نتمرن زيادة ونشتغل على أي نقاط ضعف كتب موجودة فبطولتين لقبل كده عشان نحسن الأداء يعني فترة الجاية ونكسب إن شاء الله بقيت بطولات خلي بالك بردو والتقويات والطبع الإصابات بتاعت ربنا مهما أعمال التقويات وعد تقويات هي الإصابة بتيجي من عند الله سبحانه وتعالى ولكن أنت بتقلل احتمال حدوثها بالتمرين البدني طب شايفة السوبر إزاي شايفين مطشا هي مباراة يعني هي مباراة مش بطولة يعني زي كاس نائي كاس بالزبط شايفها إزاي شايفة طبعا سبورتينج راجعين مبروك طبعا كسبوط أفراقية إحنا الحمد لله كاسمين بطولتين وشكلنا حلو شايف المطش هيبقى سهل ولا هيبقى المطش صعب والله هو ما فيش مطش بيبقى سهل يعني ما قدرش أنزل أقول هو مطش سهل بالعكس أنا أي مطش لازم نبقى مدينه اهتمامه عشان نقدر ننزل نكسبه بسهولة فاحنا لازم نبقى مدينه اهتمامه طبعا سبورتينج فرقة ما شاء الله يعني يعني احنا عارفين إنهم ما ما شاء الله فرقة كويسة جدا ولسه كمان واخدين بتولة أفريقيا فدا دا يفعليهم إنهم راجعين يعني يعوضوا خسارة المرتبط طبعا دي كتمكن تكون هزيتهم شوية بس بطولة أفريقيا هتديهم حافظ فطبعا هيكون متحمسين للمطش اللي جاي بس إحنا برضو كسبنا البطولة اللي فاتت وكسبناهم في المرتبط في متحمسين فإن شاء الله المطش يعني هيبقى في الملعب بس إحنا جاهزين بزبطو إحنا جاهزين انتوا ربا أنتوا مفايقين وفورما بتهين وحد يشافه قدامكم صحيحة إن شاء الله الدفاع الدفاع دي يعني طبعا أنا عايز أقولك أنت من أكتر لعبات بالدفاع يعني بشكل يعني أنا بقولك مستفز يعني أنا عارفة أنا مستفزة والله يعني بالدفع ودي حاجة على فكرة ميزة كبيرة جدا فيك يعني طبعا بالإضافة للفاست بريك وستي بوينت وكلام ده ولكن أنت دفاعك دفاع جيد يعني ما بتنزلي بتقليب الملعب في موضوع الدفاع شايف الماتش اللي جاي إزاي شايف الماتش السوبر الاستعداد لي إزاي شايف نفسيا المفروض نفكر إزاي أبل الماتش السوبر والله يا كوتش هيسم إحنا طبعا هو بدئين يعني من بعض المنطقة رايحنا يا دوبا كيومين وبدئين أول تمرينة يعني رجعنا كاية واحدة لحظة عشان برضو بعد شهر ما حدش تصاب نهاردة كالتمرينة لأ كويسة جدا مراجعات حاجات جديدة بيراجع على القديم لا أكيد استعدادها المراضي هتبقى غير مرتبط كل مرة هتبقى مختلفة عن اللي بعدها يعني مثلا إيه الاختلاف السوبر طبيعي يعني عشان ما مرش كاسي طبعا ضع مننا للسنة اللي فاتت فأكيد دفع إن هو ما يداش السنة دي عندنا تارجت طبعا كلنا كابتن طارق كمان مش هينفع عيوه بالظلط فهو حتى ده بالنسباله ومش قصة فلوس أو حاجة على قدم ما هو غيره وهو شايف إنه السكواد ده بصراحة ما ينفعش يخص بصراحة يعني فهو قبل ما يبقى فلوس أو حاجة أو نادي أو كده أو إدارة هو طبيعي حققهم برضو بس هو إحنا لازم إحنا من جوانا ما ينفعش يعني الحمد لله أكيد برضو عندنا غيره السنة دي إن إحنا زي ما شوفنا سبورتينج بيكسب أكيد نفسنا إحنا كمان نكسب عشان شاء الله نيوصل وأكيد هيبقى نفسنا برضو أفريقيا أو عربية صحيح ففيه أهداف مش عايزين نكتفي بالحاجات المصرية طبعا عايزين نوصل إن شاء الله إن إحنا نعدي يعني خصويا بقى لو فيه بقى بقى أو حاجات تانية فأكيد زي ما الزمالك روح وأكيد شوفنا الأجواء حلوة إزاي فطبعا نفسنا أكيد بلزبط فأكيد نفسنا إن إحنا نبقى في الوزيشن ده وأظن إن الجيل اللي موجود ده دلوقتي يستحق إنه يبقى هناك هو أظن اللي أنا عارفه إن أمه مش هيفرطه في حاجة زي كده إن شاء الله إن شاء الله إن شاء الله إن شاء الله بشكرك شكرا جزيلا مرسي يا كوتش طبعا إحنا نفسنا نقعد معاك أكيد طبعا لكن كل اللاعبات يكونوا معنا أنا بشكرك ووحيني وشرفتيني مرسي يا كوتش وألف من أمه بوك الله يبارك في حضرتك شكرا شكرا كوتش فريدة بشكرك وإن شاء الله دايما كده تتشوود ودايما تبقى ماشية من أعلى الأعلى بشكرك شكرا جزيلا أعزائي المشاهدين هنطلع لفاصل هنستقبل باقي النجمات تاني لقب السنة دي أكيد مجاش من فراج بعد جهد وعرق وتعب من كازي الفني واللعبات هنطلع لفاصل ونستقبل باقي اللعبات أشوفكم بعد الفاصل أهلا بحضراتكم الجديد ومكمين لقاءاتنا طبعا مع أبطال بطولة القاهرة تاني بطولة الفني السيدات في كرة السلة واللي طبعا دولة مرتبط كان أولى البطولات بطولة القاهرة إن شاء الله بعد أقل من أسبوع السوبر إن شاء الله يكون كمان أهلاوي برحب بالبداية بردوة محمد نجمة الفريق والحقيقة عاملة مشتوى جيد جدا سنادي هم بيك أهلا أنا محردك ومن اليوم مبروك الله يبارك وحرك مرسي ومنرحب طبعا بنوها شتا أحد نجمات الفريق وللي كان لها دور كبير جدا في البطولتين أهلا بيك يا محر زيك يا كنت زي حضرتك الحمد للأكل يمكن لنوها كنت بتكلم قبل الفاصل مع دينا وفريدة إنه اللي عامل وكلامت معاكي في الفاصل إنه الحقيقة اللي عيبة طبعا الستارز ودي حاجة ما زعناش اللي عامل الفرق السنادي إن كابتن طاري خايني دخل ست نجمات جداد أو سبع نجمات شايف كلام دي صح هو ده اللي عامل معنا الفرق السنادي طبعا يعني هي بصراحة كلمة السرل حتى دلوقتي هي السقة كابتن طاري من أول السيزن وهو حتى قيل لي يعني أنا شخصيا إنه فيه مراهنة يعني على الفرقة كلها فبصراحة هو ده سبب كبير قوي من أسباب إنه إحنا كلنا عايزين السيزن ده إنه إحنا كلنا يبين بصورة أحسن وإن الفريق يبين بصورة أحسن عشان إحنا كده عايزين ناخد بطولات كلها عشان كده عايزين كلنا إنه إحنا نعلم مع بعض حتى فيه ثقة من الفريق من اللعبات لبعض يعني خليباني كانوها أنت من اللعبات اللي السنادي جهر بشكل مختلف الحمد لله وبأداء مختلف ومش بأداء أن أنت يعني زي ما بيقولوا يعني أداء يعني مؤدي لأداء بيكسب فرقة شايف الثقة غير الثقة يعني برضو معه الثقة مش كافية يعني مايش ما أنا ممكن أدي اللعيبة كتير جدا أنا كمدرد وبرضو اللعيبة ممكن ما توفق شايف إيه جنب الثقة مهم جدا إن إحنا نزهر بالشكل ده بصراحة يعني هو الجهاز كله يعني بيكمل زي ما بيقولوا بيكمل بيكمل معادلة إنه فيه غير الثقة فيه جزء نفسي مع دكتور ماي فيه جزء بدني مع كابتن أكرم كل حاجة مكتملة فلما اللعيب حتى بيجي يقع غصبا عنه في حتة بتلاقي ناس كلها في ظهر يعني بتلاقي لو أنت هتي عشان اللعيب بطبيعة وعنده كيرف برضو فلما بيجي الكيرف يقع بتلاقي لأ بتتلحق يعني الجهاز كله بيلحقك كل فرقة كلها بتلحقك فده غير بقى دافع النفسي طبعا لكل لعيب لوحده إنه هو لأ عايز يبان إنه هو يمسح اللي فات ويبدأ يعني بالذات اللعيبة اللي كانت الثقة بالزبط اللي كانت الثقة واقعة أو هكذا فبيفدأ اللعيب إنه عايز يفتح صفحة جديدة فكل الدوافع بصراحة بتؤدي للموضوع ده صحيح يمكن أخذ من كلام بقى نوع حواجيلك يا ردو يعني العوامل النجاح مش بس الثقة ما الثقة دي يمكن اللي إيه زي ما يقوله بكيريزة اللي عطرت زي ما يقوله أو اللي هي الفينال أو الحاجة بس في عوامل كتيرة يعني أنت بنسبة لك على المستوى الشخصي التحول في المستوى أنت من السن فاتي ما شاء الله كويسة وفتاة على ثلاثة بس النهاردة احنا شايفين برضو مستوى تاني حتى الجمهور النادي اللي ملاحظوا التحول ده بجانب الثقة كان إيه أن احنا اشتغلنا مع بعض كلنا أن احنا اتكلمنا أن احنا نشتغل خاصة أزاتي مويك وأحسن حاجة أن زي ما هم كانوا بيقولوا يعني الحمد لله عندنا أوه ناس سكورر وكل حاجة بس في الموتشوت بيبقى السكورر بيأخذوا السكور بتاحهم وفي ناس وقت كل الفرقة بيجيب سكور هو ده اللي عملت طفرة حتى أن الخمسة بقى مدافع خلاص في الأول مثلا طب انت على المستوى الشخصي انت عملت إيه السادي مختلفة يعني نقعد نفكر كده نسرح شوية في التاربع شهور اللي فاتت والأو فاتت الأداء هل زدت شوية في البدني هل اتمرنتي بدني زادة ولا هل اتمرنتي بسكت أكتر يعني انت تحليلك عايزك تديني تحليل عن مستوىك الشخصي يعني من وجهة نظرك بالنسبة لي أن كده كده البدني ده أهم حاجة بالنسبة لي بلوص بقى البسكت حسن صراحة فيه تفرق شوية عشان في الأول ما كانش فيه سيقة زي ما كلنا منتكلم في موضوع السيقة فأنا بالنسبة لي لأ دلوقتي أنا هشوت مرتاحة بحسن نسبتي في حاجات الاندفيدول وكده بحوالي حسن منها أكتر بحيث أن التفرق بين أكتر أن أنا حسن من نفسي أن أنا ساعد فرقتي حتى أورد الديفنس وكده لأ أن أنا لو أنا كويس في الديفنس أنا عايز أبقى أحسن في الديفنس عشان دي أهم حاجة أصلا بالنسبة لنا إحنا فرقة فعلا كاملة متكملة من كل حاجة صحيح خمسة بيطلعو خمسة بينزلوا يمكن أنت دائما بيجي يعني بيتم يعني كابتن طاري بيديكي مهمة وهي الضغط من أول ملعب أوقات كتيرة جدا والموضوع ده محتاج فتنس أوي أنا كنت أكره هضرط أنا كنت تبص لو ضغطت يبقى أنا عشر دقائق ومش هتقول فده مطلب منك أن أنت تعالي لحة البدنية أوي بس أحسن حاجة في كابتن طاري كمان أنه هو الروتيشن يعني أنا مثلا يعني بينزل مساحة الكوارتر الكوارتر ده أنا هماوت نفسي همش يخلي الموضاي بأيزي بحيث اللي هينزل وراي حيضغط تاني عشان كده دي أحسن حاجة أننا عندنا عدد يعني ده أنا في كل الوزيشن في واحدة واثنين وثلاثة في دي حاجة كويسة قوي بحيث أننا الروتيشن ما يلف خلاص أنا تعبت اللي وراي هينزل هيتعب هنبدل فهينزل تاني أنا هبقى قادرة فالفرة تانية هنا مش تبقى قادرة فدي أحسن حاجة أنت بتقولي مش بال وانت كلمتين أنا طالع منهم بانكلامك أنت بتعملي فول باور في عشر دقيق غير لما وزع مجودة العشان دي دي حاجة رقم اثنين أنت عند الثقة أنت هتنزلي تاني يعني أنت مش طالعة عشان تعودي لآخر الماتش لا دي أحسن حاجة يعني خلاص هو واسك فينا اللي تعبان يريح وهينزل تاني حتى خلاص دي حد النهاردة موفق خلاص الموفق ده هيكمل مفيش مشكلة وهنا هنشجعه حصل دروب حد هينزل وهكذا فروتيشن ماشي فدي الصراحة أحسن حاجة طيب يعني مطش هليوبلس كان فيه ستارتنج وحش وكنا بدئين مش موفقين مش وحش يعني ما كناش خسرانين بس ما عملناش الفرق اللي احنا مكننا مند اللي قتي على البنش هل تكنت شايفة كان عندك ثقة في المكسب أنا كيكي كان عندي ثقة في ريتي الصراحة وفي المكسب وطبعا الجمور كان فوق الخال كانت تحفة وكيكي كان عندي ثقة فيهم بس اللي هو جماعي الله مفوق لازم نفوق ايوه لا هو ما ينفعش احنا مش هنكسق فايلوحظة لازم ندافع فلما فوقنا بعض واتكلمنا وكابتن كمان نتكلم وجمعنا وبتاع فلما فرقة كلها دفعت خلاص صراحة خلاص احنا كيف تصير الدفاع ما دي أنا كانت بتقول ان كانت في ناس مش موفقة في ناس تانية جابت سكور عادي كانتوا جايبين سكور وعملين ديفانس كويس قوي زي هالة كانت هالة ما شاء الله موفقة قوي وفريدة ومرون فكلهم كانوا كويسين بس السكور المفروض فكتعايد الناس تانية فتقسم تعفرها كلها فديكت احسن حاجة ان احنا كده كابتنكمل بعض لان النهاردة ويقع ده هنفوقوا فده هيجيم فديكتراها احسن حاجة نوح انت عارفة اللي عجبني انتو كلكم بتكلموا لغة واحدة يعني انا قاعد ما شاء الله انتو نفس الكلام بنفس الفكر الموضوع ده مجاز صدفة الموضوع ده جاد نتيجة اجتماعات كتير وكلام كتير وراغي كتير جدا مع الجهاز الفني واللعبات واللعبات مع بعضيهم عشان تقدر تأدابت تروح كده في الاتجاه ده كله بينكب نفسه بيبقى الموضوع صعب طب نوح على عايز اسألك سؤال انت في البوزوشن بتاعك عندك كتير بلعبه تمام ولعبات النجوم فيه لعبات نجوم طبعا وده طبيعا يعني ده محايزة عناش طبعا ازاي لقيت النفسك دور خلي بالك بيبقى صعب جدا انت بتحارب مع لعبة يعني اكبر منك وعندك خبرات ازاي لقيتلك دور ازاي قلت قلت ايه نفسك في الداية الموضوع لشاء لقى نفسي دور والله قلت ان انا لازم اخلق لنفسي دور يعني قلت يعني خلاص هو دلوقتي ايا ما فيش يعني بصراحة يعني قلت اتناور نيفر يعني زي ما بيقولوا فهو حتى مع كلام كابتن طارق وكله ان لأ لازم يبقى ليه دور في الديفنس وفي الوفنس وفي كل حاجة بالزبط ضغط نفسي عليك لان انت بتمكس الوقت ان انت نزله انت لسه عايزة تثبتي نفسك هم تاعبوا معي كتير برضو عشان لو كابتن طارق بيتورج وهو مازال بيتعب معي في الموضوع ده بس بصراحة هو دايما بس انت رفعت رأسه يعني هو بيتعب معي اتمنى اتمنى اكون رفعت رأسه فلا هو بصراحة في ظهري يعني على طول فهو يعني لما الواحد حتى بيشك في نفسي طبيعي فيه لعيبة ممكن تبع عندها شك بالزبط لا هم دايما في ظهرنا الجاز الفني كله يعني على رأسه كابتن طارق يعني جميلة جميلة بيتكلم معاكو في ايه هل بتاخدك تديك النصائح طبع الانديفادي ولا هل ممكن بنصائح في الملعب على طول طب بتقولك ايه مسئ انت على المستوى الشخصي يعني بتقول لي في كل حاجة يعني قبل يعني في اللعب مثلا في حاجات معينة انا دايما بغلط فيها بصراحة مثلا انا باخد بوزيشن فوق مثلا شوية فهي تقولي لا ان انا لازم اخد لان انا مفروض بستغل قوتي بالزبط لان انا يعتبر بي فوت قوي دي من هو ميزاتي فالمفروض لانا لأ اخد بي فوت اللي معي انزل بي تحت بالزبط ان انا شوف برضو الكيك اوت لان دي حاجة من الحاجات لانا بتماء بالزبط اول ما يجي عليها الدبل تيم لأ انقل الكوران ناحية التانية غير بقى الحاجات الشخصية اللي هي بتديني ثقة في نفسي ان انا لأ ان انا لعيبة جندة وننتو العمري طب اكتر حاجة فنية زادت فيك السنة دي يعني انت من وجهة نظرك بقى خلينا اسمع من وجهة نظرك انت مش موجهة نظرهم هم اوكي ايه اكتر حاجة حسن انت بقيت فيها احسن من السنة فات اه اوفانسيب ليه بصراحة حسن نتكلم على اتنين الدفاع ونه اه لا يعني في الدفاع اه لا ان انا بقيت مع السكرينات ومع الحركة بتحرك احسن طبعا فيه جزء لازم في السرعة اللي هي السرعة اللي بتجنبه برضو فدي حاجة محتاجة اشتغل عليها بس عمتا في السويتش كان دايما مثلا زمان استحال اعمل سويتش يعني انا مع حد قصير استحال دلوقتي ممكن اتحسن فيها بالزبط فدي حاجة مثلا في جزء الدفاعي في الجزء الهجومي في السقة اللي تحت البسكت اللي هو ان انا ابقى واقفة في الوزيشن الصح في الكورة تجيلي في الوقت الصح او ان انا استغل الوفنسف ريباوند ان انا لا اعرف اجيب لان اعمل لنفسي بادي تتعرف في هتعمل ايه باتي نزلة لكي تارجل بالزبط ان انا اتليست يعني اجيب لو نزلة مثلا مع ناس اللي هم بقى فعلا بيحبوا الحلقة و سكوروا زي كده لا ان انا استغل ده فان انا اعرف اجيب سكور من الوفنسف ريباوند طب هل التكتك اللي بديك ابتنطر اكيد في موف منه مثلا هاي سكرين كروس سكرين اكيد في الاخر بيخلص ان الكرة تنزل لك صح هل ده يعني شايفة بيساعدك هل شايفة ده حاجة مهمة خلي بالك فيه لعيب تنزل لك الكرة وما بقاش مستعدلها صح يعني الوقفة بتاعته مش صح صح هل شايفة ده بيساعدك لما بتبقى الكرة متفقين عليها ولا ما متفقين عليها وفي الاخر بتخلص عليك مثلا وبتخلص الكرة ليك تحت الحلقة شايفة ده بيساعدك ولا لما فيه بيبقى حسن لا بيساعدني طبعا لأن بيبقى الهجمة مفصلة لي مثلا الكرة تنزل لي بطريقة معينة على عدلتك يعني انا بحب اخد الكرة بطريقة معينة فكابتن طارق ده اللي بيقوله للفرق يعني لأ لما نهى مثلا بالزيت لما يبقى عليها ميسماتش حد زي رادوة مثلا لا لازم الكرة تنزل لها بالزبط لازم تنزل لها فايمكن التاكتك ده بيساعدك أكتر بيلتب لك أفكارك في الملعب هجومية طبعا يعني بص إما تكلمت معيك بدا تفهم ما شاء الله ليه أنتو يعني ما شاء الله يا ربي يحفظك الله أكبر عليك وليه فيه طفرة فعلي بس أجيلك برضو رادو ويمكن أنت عندك ميزك وإيسة حلوة بنتي بتلعبع تاتة عثلاثة يعني فدي أكيد عادت عليك في الفايدة يعني تاتة عثلاثة نفعتك في اللعبة خمسة على خمسة جدا حركتك كتير نفعتك شايف أن ده حاجة دور غايب عن الفرقة وإنتي محتاجة تتمسيكي بشوية أنا كاردو عمتلا بحب تريونتري جدا تاتة عثلاثة بحبها جدا بس هي كمان بتعلي يعني النفس وبتعلي الوان وان الاندوبيد والحاجات دي فبتيجي لما تلعب على خمسة على خمسة تحس اللواء لا أنا عادي بلعب بتحسن كتير قوي فدي بتفرق الصراحة يعني أنا يعني بحبها فديك تاتة عثلاثة او كتير اوه جدا صراحة طب قوليلي إزا ما سألت نوها كابتن علي أو كابتن طاري بيوجهوكي على المستوى الشخصي ومستوى الجماعي ايه أكتر الحاجات اللي دايما مثلا نقول كابتن علي بلاش كابتن طار أنا هسمع منه على الهوى بنفس بس ايه أكتر حاجة يعني بيوجهك فيها او دايما بيسترس عليها كابتن علي ولا كابتن علي لا كابتن طاري أوكي كابتن علي لا جابتن علي دايما اللي هو مثلا يعني أنت ليدر يعني هاته كابتن طاري دايما صراحة بيقولها لي أنت اللي بعدها في الملعب يعني بليمايكر وفوزشن واحد وكده فأنتي بعدها في الملعب لازم يبقى فيه شخصية لازم نليد الموضوع كويس عالية دايما يعني مثلا رضا ما تتوتريش إلعابي مثلا كذا خالي الاسكرين دايما صراحة بيقى في التوفي بصراحة يعني طب برضو فيه حاجة كان زمان المحترفة اللي بتيجي بتيجي غالبا في مركز بوينجارد وده أكيد لما مشت وتم تغيير البوزشن بتاعها انت لازم عليك حمل كبير لأنه خلاص انت لازم تبقي زي المحترفات اللي كانوا بيجوا ده مثلا ولا مسلك دافع وحماس الله انت بتسكو فيها طب والله لو وريكو أنا بعمل ايه بصراحة الاتنين يعني هو دافع اللي هو لا احنا برضو احنا كويسي ونا هتحسن لو حتى المحترفين بيدوني دافع عمتها اللي هو انت مكاني لو أنا حتى بتدين فلا هو أنا هبقى دي المسئولية فدي صراحة بتدي دافع لي ولما مشت فحسيت اللي هو لا هو أنا ان شاء الله ادي المسئولية ان شاء الله فبحاولنا أسبط ضغط بس لما مشت بقى دافع دي حقيق فبعد كده اللي هو يعني لأ أنا ان شاء الله هبقى دي مسئولية هحاولها خلي كابتن يسك فيها أنا هدين نفسي سكاء عشان هادي فريقتي تسك فيها أكتر كده أعزي أقولك انت حليتي قزمة كبيرة جدا لكابتن طارق يعني هو المشكلة ان هو بيبقى الراجل أو مدير فاني بيبقى محتار يجيب المحترف فاني مكان فلما بيلاقي اللعيب شايل مكانه وسادد بيروح على المركز اللي ممكن يبقى محتاج فيه عنده إصابة عنده حاجة وأخطر مركز بوينجار طبع أنا بقولك أخطر مركز أخطر عليك وربنا وفاك بس خليه برضو أنا ها يعني يعني التومنز بلاي بقتها الباسكت دلوقتي طبع بيكاندرول والحاجات دي وبتاع ومو لو اللعبة بوزة أو التاكتك بوز بروح بيكاندرول مين أكتر اللعبة في المنع بتحب تلعب معها ما تقوليش بقى رضو عشان أعلم هوا أقول أنا عادي أعيز أترد مين أكتر جرد بتحب تلعب معها بيكاندرول فريدة ويل يا جماعة هتقولنا فريدة ويل بس يعني هي أكتر بتقدر تلعب معا يعني بتعملي بيكاندرول فأماني أصدنا وفريدة من زمان وإحنا كنا تنقلنا من هليو بلس للأهلي فلاقي حافظوني طب بقى العكس هسأل السؤال بقى طب انتي يعني يا رضو لما بتيجي تلعبي مثلا هاي لو أو بتلعبي هايس كريين بيجي لك هايس كريين مين السنتر اللي بتحس إنه هو يقدر ينفذ ده على فكرة ده مش عيب على فكرة ثلاثة يعني في اللو بيفتات فممكن محترفة وهالة ورانيم طيب هقولك يمكن من وجهة نظري معلش أنا هكلمك أقولك أنا شاف إنه هالة أكتر واحدة يعني أنا هو حتى في ديفانس من غير كورة يعني حتى في موتش المرتبط الفاينل سبورتي أو لما كنت يعني بلعب جامبرانيمو هالة هالة بتعمل يعني جود سكريين أنا بجد بطلع فاضي يعني ممكن أستنى حب الحد بحد يكين فدي الصراحة ما شاء الله عليها يعني في حياته خلي بالك نوها برضو انت هتلقطي الكلام ده يعني خلي بالك انت لما تشوفيه وتتمرني وحيبقى سيستم يعني أنا وانا صغير وطلعت وجيت على لعيبة بتلعب مش عيب كنت ممكن لعيبة يبقى طالع زغير وتعلم منه حاجة طبعا ايه طبعا فدي حتبقى مساء الله برضو نتكلم يعني حتى نستنادي لأنا حسنت كتير قوي قوي يعني أوفينسيبلي وديفينسيبلي خلي بالك الطفرة اللي حصلت في المستوى نحن نكسب سبورتيج نجير محترفة وهم بمحترفة الطفرة دي انتوا اللي عملتوها محترام لكل النجوم هم الأساس وهم كل حاجة ولكن انتوا أثبتوا ان انتوا لا تقلوا عن أي حد وكابتن باضو الصراحة داناستيكو دي في محترفة وما فيهش صراحة الإيمان باللعيب يا فانتم هو الإيمان صح انت مؤمن باللعيب هو نفسه هيأمن بنفسه وكابتن طري في الحتة دي عمالي على فكرة مع الرجال لو كنتم تبتعبين أفراكيا كابتن طريق خير عمل كده طب خلينا روح للسوبر السوبر اللي جاي احنا معناها سبورتنج هم راجعين واخدين أفراكيا حالة نفسها جيدة طب مشايفين الماتش ازاي هو كي كان فريق يحترم جدا جدا طبعا فريق زي برضو في رداية هو جاي من خصارة مرتبط واخد أفراكيا فده دافع كبير قوي قوي لي بس احنا في الآخر يعني من نسبة لنا فراك كلها واحد يعني سبورتنج عندكم دافع سؤال احنا برضو ما خنوش السنة اللي فاتت فبنسبة لنا مش اوشن يتحور النادي هم عندهم دافع طب أنا عندي دافع هو دا السؤال الصراحة وبنسبة لنا السنة دي ان احنا جاي من خصارة وحاجات كتير فبنسبة لنا السنة دي لا احنا ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله خمس بطولات ان شاء الله شايفين عندنا الدافع زي بي طبعا احنا عندنا دافع كلين شيت استيزي دا يعني بعد ما تشكورها لازم أولها ان احنا ان شاء الله موسم يا رب يا رب بلا خصارة يعني يا رب نوحة بشكورك شكرا جزيلا شكرا جزيلا سعيد بيكو جدا أنا اللي سعيدة والله جدا شكرا جدا ردوة بشكورك ومبروك يعني شكرا لحدتك جدا الله ياركو حضرتك مش سي قوي جدا نورتوني ان شرفتوني دا نوحة حضرتك شكرا أعزائي مشاهدين نطلع لفاصل بقى عشان نكمل لقاءاتنا زي ما انتم شايفين طبعا من تلتة واحدة فكرة واحد المكسب مش بييجي من فرق وده دورنا ان نوريكم المكسب بييجي بعد تعب قدي أرجع لكم بعد اهلا بحضرتكو من جديد وزي ما يعني يعني اتكلمنا في الاول احنا المدير الفاني كابتن طاري خيري هو أسطورة بقى خلص أصبح رمز مرموزي نادي ألف كرة السلة مش بس لاعب وتاريخه الكبير جدا كلاعب ولكن لما مسك كمان الرجال عمل تاريخ كبير جدا يكفي بطولة أفريقيا 2016 وكمان الدوري رجعه بعد فترة وعمل فريق بي كيان ولما اطلب مع السيدات ما قالكش لا انا امسك الرجال لا تواجد وجهه ومسك الفريق خلفها لكابتن علي هاشم في البداية برحب كابتنك كبير كابتن طاري خيري أهلا بيك يا كابتن أهلا بيك يا كابتن عيس يمكن دي مقدمة لازم اقولها ده حقك الحقيقة عبيبي وجمهور النادي الاهلي لامس ده ولمس عشقك للكيان وحتى ولادك الاثنين التالت طبعا طالع ان شاء الله لسا الناس هتشوفوا مؤمن ومحمد نفسي تكلام وماشينا على نفسي بتقرب خلينا نجع بقى يعني بطولاتنا وإنجازاتنا السناني انت بدأت الموسم موسم صعب جدا فريق طالع من ضرب لا اسباب مش هنخش في تفاصيلها عايز تعملت يعني نقلة لمكسب ايه المحاور مش تغلت عليها محاور كتير محاور منها جزء فني شغل انت بتحطه على امكانات الفرقة اللي معاك جزء نفسي على ناس بتلعب وناس ممكن يبقى دورة قليل أو ما بتلعبش جزء عندي نجوم اللازم يعرفوا ان احنا فرقة مش فرقة النجم الواحد قزمة او محور مهم وقناب الموقوطة بقى الموضوع ده طبعا فانت ده شغل شغالين عليه من السنة اللي فاتت غارز زي ما حدك قلت في الاجتماعات ازا كان غارز او ازا كان انديفيدول ازا كان لاين او لو حصل حاجة وقدرنا حسينا ان حد بلعب لوحد ونقدر يبقى فيه رضي فعل من الجهاز مختلف بس دايما بتتكلم على ان التيم الفرقة النادي لحد ما تصدقها لحد ما تلاقي الموضوع ده الحمد لله خدنا سماره في نهاية دور المرتبط يعني على مدار الموسم دانية حالوة وكمان دور المرتبط ده كان اختبار كان اختبار الماتشات كلها من بداية الموسم لنهايتها ما تقدرش تبين الجزء ده كجماعي لان الماتشات كنت بتكسب ايزي انما فرقة ماخدة على بطولة الشكل العام في الماتش التاني كمان بصفة خص مرتبط خسر المتشين يعني كل ده كان ضغط عليك اختبار حقيق اختبار على الولاد انت كده كبش انا عاملك ميتنج قلت لهما انا كسبت دور المرتبط ولاد من غير الجمال ورامج نيدي وفي رئيس الاتحاد كان نرجع عيولها ستة العيبة يعني كان اصعب من كده بكتير وكان موضوع نورمال وكسبنا فقدتهم ده حتى ده عملتوا نموذج الفرقة دي تجيب انا مع وجود الناس اللي دايما لو ما بيحبوا الحلقة زي السرية او سلعي او رانيم ممكن تبقى الموضوع يجي عكسي هتلاقي دول ويقع منك او هيقراه المحترفة فكنا بندور على حد يلعب كويس ويلعب جماعي وليه وليه ثوابت فيه ثوابت ما بنش في الاحصايات زي مسلا جيمي معنا الناس كتير او يتعلق عليها حتى احنا كجهاز خبطني ما ينزلش بي او ما سيبش الكورة او في سبرينت انما ارقامها بالورقة والقلم احسن واحدة بتدفع وان ان وان من افضل اللعيبة بتدفع وان ان وان تيم ديفينس تو ان تو ويمكن بحقلك اللي انت عايزه واحد لعيبة تلعب مع الفرقة مش تلعب دي حيه اعلى اسيست في الفرقة عمل حاجة 48 اسيست في 12 مطش رقم مش قول اللي وراها بعيد اعلى رباوند في الوفينس فالموضوع انما الموضوع دائما بيكلموا عني كتيرنا في جو ثرقت معنا في دور المرتبط ان انا لو انا مهتم بيها اوي او هي خدي الكورة والباقي خسرت وش الباقي عدم ثقة الباقي كده كده مش في يوم وليلة الناس دي هتتطلع على الجواب تكبت انطر انت انت عملت صفقتين السنة دي هالة شعراوي ومرأة الأشرى صح جدا؟ تمام وعملت ست صفقات تانين او سبع صفقات تانين وهو اعادة الثقة مرة تانية للعبات كانوا فقدوا الثقة ودول يعتبروا صفقات جديدة انت بتحيي لاعب مرة تانية ويمكن الكلام كان قابل منه حضرتك بسمعه انا ما بترتب ولا فيس كربته والله ولا حاجة حتى بنتكلم فانت النهاردة كأنك اد فاليو للفرقة تمام اللعيبة كم ده صح؟ 15 طبعا الكويسين يا كابتن كويسين تقول طول الوقت طول الوقت انت معلش انا اسف يعني بيحط سكور منتخبات وزي الفل ونجوم زي ما حدا قلت ولكن عشان تقد فاليو لازم تقد فاليو جديدة صح؟ طبعا فانت النهاردة فيه تم اللاعبات انت عملت لهم قد فاليو للفرقة مش مكان حد مع مع حضرتك هي تيم انا بقولك انت بتمني تيم عندك عندي زي ما اخترنا الفترة من الاول انا عايز اني بوزيشن عايز بوزيشن سري فور انا عندي سوريات نينية ندين سلعوي اتنينية عندي ميرال تلاتية فلما جينا جيبنا البوزيشن اللي احنا ما تجينه عندنا 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 في عدد الطلب بالليميكورات فرجعت رانا نبيل بقى وبيبيكور رجعت بقى عندي طلب بالليميكورات فكان عندي ان انا عايز انا بحب البوفيتات الخفيفة او القطارات الطويلة في جزء من شغلي في الدفنس في سعات سويتشات فانا دايما ميال للجزء ده او ميبعش عندك نقطة ضعف ميرال وهالة بصفة خاصة لما جوم كناس جدادة على الفرقة اللي اتنين نسبه لديفنس هالة جديدة سنتين تلاتة اعتارة بنسبة لك دي سنتين اه بنسبة لك واحد جزء منها الدفاعي مش اكتر منه وبزها هجومي فمريحاني في شغلنا الباقي كله عشان تبني تيم لازم كل واحد صغير قبل الكبير يحس انه دور دور بقى قليل فماتش صغير دور كبير يعني الموضوع انت بتعمل زي ما بقولوا كده الروتيشن انك تجهز كل وكل واحد اللي قدر الله اللي قدر الله حد من التقال عنده اصابة يبقى حد من اللي بدوره قليل لا يشيل بصقة ما عندناش ازمة فانت مش شغال على تمانية انت شغال على الخمست وشر صحيح ان انت بتبني انا بطبيعية بحب ان انا فرقة وزي ده نبدي يقولوها دلوقتي هيجي وقت زي فاينال مثلا من العظم عز بورتي وارد النهاردة انا متعود الالعب باللاثناشو حدواشر يوم يعني ويبقى غزمن عني غزمن لا ما بلعبش بسابعة خلص بس ممكن يجي يوم السلعوي او سيني الناس انتاخد طايم طويل موفقة النهاردة هدعش تلاح انا من فهمهم الكلام ده يبقى اليوم ده بتاعها انت حتى في مطشة اليوبرس لما حصل ما كانتش بتوفق انت سحبت اربعة بعيبات تقريبا انا فاكر ونزلت اربعة وعملوا برضو الدنيا نورمال الدنيا نورمال يعني اصد اقول لحضرك انه هو ده مش جاي نتيجة يعني اوهام او حاجة احنا عايشنا لا ده حالة تطبق وبتنفزها وبتقولها للولاد علشان بقاش في ظلم وكل واحد عارف الدنيا وهم الحمد لله كل واحد شكرا في الظلم انت انت تظهر لا 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 احنا فكرك بس شايف على اولا انت انت كلاعب بطلت بدري انت كانت تدير اربعة خمس سنين كمان ولكن هي حكمة الله سبحانه وطال لك سبك مدرب الحمد لله الحمد لله ممكن لو كنت تتأخرت لربعة خمس سنين تبيجيب لك كلم ده مني ايه بيجيب الكلام لا عشة عمر فيه تفاصيل اه 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 عشة عمر عشة عمر عشة عمر انت كنت تدير تلعب اربعة خمس سنين انا مبطل بعلعة باربعين دقيقة اه مبطل ايه مبطل بعلعة باربعين دقيقة اه انا بقول نور المال اه انا فجئت يعني قلنا نتاري خير هيعتزل قرار كان كان كويس في وقته اه في وقته اكسبناك مدرب الحمد لله ويمكن ربنا سوحات على عوضك بقى التانية اربعة سنين دول بانتصارات كبيرة جدا يمكن خلينا اتكلم في حاجة برضو كابتن وهي العرض لما تعرض عليك كابتر اقف عبقادر كلمك وقال لك هتيجي تمسك البنات انا ليه بقول كده انت المدرب الوحيد لو انا غلطان صحح لي اللي عمل تاريخ مع الفرقاتين اللي جاء المسعدات لو انا غلطان اقول لانت غلطان حد كتاب على المرتبط اه بس انت لما جيت عرض عليك انت كنت بتمرن ولاد ولما جيت عرض عليك كابتر اقف قال لك احنا محتاجينك وما فكرتش وترددت اللحظة بس انا عايزة اسمع ردك بس انا عايزة اسمع ردك بس انا عايزة ما طلع لفاصل ما عليش هنرجع لفاصل عايزة مشاهدين نطلع لفاصل نجع لكمل كلامنا مع طبعا اسطورتنا الكبير تاريخالي ولكن بعد اهلا بحضراتكم من جديد ويمكن كنت قبل الفاصل بس الكابتن طاري خيري وقت ما تولى المسؤولية هو حقيقة ما كانش بيمرن سيدات وما كانش عنده تجربة في التدريب مع السيدات بالعكس هو كان بيمسك ماسك احد الفرق للدور الممتاز رجال وطول عمره تاريخه في الرجال فلما طالت عليك يا كابتن يعني ما فكرتش اللحظة انا لما كانك افكر بصراحة مش عشان مش عشان يعني اتمنى اخدم النادي لأحلي بس افكر ان انا ممكن افشل الفشل الحمد لله مش في قموس الواحد انما فكرت سنة رغم ان اتسألت زمان لو اشتغلت السيدات بعد ما نسيبت الولاد توافق طبعا وفقت يعني طبعا النادي ده بيتنا انما مكلمة كابتن رؤوف جاية طريقة كوميدي يا لطيف قال لي بيتك يناديك هو مرة كابتن رؤوف بيتك يناديك فما ندرش تقول لأ فقالتولي تب سيبني يعني زي افكر يعني ما لحقتش لقيت معلي الوزير العمري بيكلمني قال لي ما فيش تفكير الموضوع تكليف خلاص يعني زي تكليف الموضوع منتهي فده في انتعرف في النادي احنا بريدارش نقول لأ بحس كده ان انت والبنات مش غراب علي انا علاقت بيهم اصلا مش كويسة وانا بتفرق كويس المسكت كله كبير وصغير بنات وولاد ناشئينه انا طبيعتي ابتحت كل حاجة وبعد معك كنت بعض مع علي في التمرين وده مفيد تعالي وقلقت بالبنات كويسة يعني ما كانتش الدنيا بعيدة انت جاي من اخر الدنيا طب اقول لأ كابتن يعني اكيد في فرق يعني انت مرنت ولاد وعلى مستوى كبير ومش فرقة الاهل بس فرقة اخرى ومرنت النادي الاهل سيدات في فرق في فرق يعني اكيد دي عايزة فكر ودي عايزة فكر ايه ايه ابرز الاختلافات ايه لا اكتر من حاجة السرعات او التركيز يعني الولاد مختلفة عن البنات اعلى سنة الفوكس يعني اعلى سنة الكلام ده انا اقوله ممكن نزعلهم لا لا بسأل الغيرة اللي ما بين البنات مختلفة ده كل حدة عن الولاد ده برضو ده جزء يعني انا بحلق عليه زي ما بيقوله بس ده طبيعي على قد مقدر العكس بقى لو اشتغلت في البنات نص اللي تشتغله في الولاد يزهر ينجح لو الفرقة معك كواليتي الفرقة كويس زي الحمد لله الفرقة اللي احنا عملناها لو اشتغلت جزء يعني مش هقول 70% 50-60% جزء كويس دفاعيا برسات وفنس سكين يوم بول حاجات فيها ميكسات دفاعيا الفرقة اللي انت بتلعبها مش تلنت زي الولاد يعني جزء الدفاع للفرقة اللي انت بتلعبها لو في رقيتك وصل للمرحلة معينة او ميكس في الديفنس ازاي تركب حاجات في اترابات ازاي وبتاع الرد الفعل بتاع البنات مختلف عن الولاد مبسوط ان الجمهورين قد يتابعكم مبسوط ان هما كانوا موجودين في الصلاة بطول منطقة في وقت كاس العالم شغال طبعا طبعا انا كتبتها على الفيز احنا شغالين عشان نسعد الجمهور طول ما احنا بنكسب والناس زي مبسوط احنا مبسوطين طبعا هما نمرة واحد صحيح هما اللعب لقم واحد ودعموهم اكيد مهم البنات فرحانة جدا مش بيصدقها يعني عاملين لهم فوكس ما خليينهم مركزين يعني حتى انا زي الكلام نتكلم شوية بص على وش البنات بعد كل مكسب الفرحة عاملة زي كابتل افريقيا اكيد انت على المستوى الشخصي انا اتكلم انت كل واحد غير على اسمه غير على شغله فانت نفسك تاخد افريقية ولاد وبنات مكلمة معلش خلينا تكلمك بكل صراحة وشايف الجيل ده الجيل الموجود المعاك الفرق اللي معاك دي ممكن ينفسه على افريقيا ما نقولش المكسب الخصوات ربنا صحيحاته لو مستحيل ما مستحيل لو بتكلم الليكرز تقولهم هتكسبه ما مش هيحصل ليفربول نفسه شايف الفرق دي تقدر تنافس وتوصل وتبقى منافس قوى عبطة افريقيا اه دي حقيقة دي يقدر يقدروا تدعمات يعني محترفة تانية لان الفرق الافريقية فيها فرق جانب مين اجانب عندهم اجانب محترفة تانية مش مش اكتر مع اللي موجودين عربية افريقية مش عايز اقول سهل مرشحين بقوة ان تبقى حامل الله قبل الاتنين دي حقيقة طيب هل انا باتكلم معك انا ما عنديش اخبار ولا عندي حاجة انا باتكلم هل لو البطولة دي اتنظمت على صلاة النادي الاهلي احتملات يعني فوزنا بيها كبيرة اذا ما انت شاب موجوده جمهور النادي الاهلي وحضور الجماهير وتعرف صلاة الامير عبدالله الفصل في نفس الصلاة دي الفين وستاشر ديسمبر الفين وستاشر طوب افريقيا اللي ختاما طبعا شايف ده ممكن يتقرر الانجاز ده مع سيدات على صلاة الامير عبدالله الفصل ها ان شاء الله بنسبة كبيرة فوق تسعين في المية اذا انت لو قلنا ملعبك وجمهور والكواليتي اللي معاك دلوقتي مع محترف ما نعرفش عن اختار في اي بوزيشن وقتها تسعين في المية ليك حظوص كبيرة انت تكسبها حتى لو بقت بالشكلها الجديد باسكيبول افريكا اللي يجل لان هم عايزين الان بي اي افريكا عايزين يعملوا تجربة الرجال في السيدات حتى لو دي كان كده وممكن حظوصنا على دي حقيقة دي حقيقة انا بصك في يوم جدا بصك في شغلي جدا 2016 ولاد ما عمين كان مصدق اللي احنا ممكن نكسبه خالص خالص الحمد لله العبد لله وهنعمل انا فاكر اكتر اتنين انا بوش لدرجة اني اتسألت في مجلس اللي دهارة بعد كان فيها شوية قزمة حظوصنا ايه في البطولة هو طريق داخل اداريا ليه حظوصنا ايه فنيا فالبطولة التنوم انا فاينال ان شاء الله وهكسب اكبر ناس عندي في الفرقة اللي زي الغنام او الجمال او ناس شايفين البطولة صعبة المربع انا شوف اه خمسة ده انا بصك في شغلي الحمد لله العالمين لو تنفس يعني كل مشاكل مع فريتي دلوقتي لما بجاء زعق لحد ان انا مثلا القرى هنا فانت رفو الطرق تيجي الناحية دي ما بيجيش فبتعص لو اتعامل الكلام ده فريتنا جابنا جدا فانا بصك في شغلي وحمد لله رب العالمين عامل فرقة انا بحبها جدا قبل ما بواصك فيها انا بحبهم جدا كلام ده هما سمعين بقفش على الكبار ابني صغيرين وبنرجع على موضوع تنسى في نفس اليوم او يعني الموضوع وانا بتلعب ما بشيلش يعني مش مثلا الكابتن هايسا ما عمل حاجة فانا دقيقتني فهفضل مهمة لان طبعا هما جايين من موسم ما كانش فيه توفيق وكان فيه اصابات كتير والبنات وانا بسجل معهم عندهم دافع هل الدافع بيساعدك يعني طبعا طبعا هما عايزين يكسبوه هما عايزين يعملوه احنا بنتكلم في حاجة كتير فريت الولاد السن الفائتة عملت ايه عملناها تارجت عايزين يكسب خمسة من خمسة حطت تارجت جديد بدون هزيمة بنقعد تقول احنا اتفقنا وعد عادنا مع بعض اتفقنا ده وارد انك تبقى غير موفق او وارد تخسر بس احنا بنحاول نمشي للأكمل ان احنا نمشي في الاتجاه ده فلحد بقت الحمد لله رب العالمين ربنا كرمنا وان شو الله وخلينا اقول لك حتى مجلس إدارة حتى شوفنا مع علي الوزير عامي فاروق بيحضر بمطش القاهرة ومطش المغرب شغال وموجود في ارض المرعب وبيدعم الفريق بشكل جديد وشوفنا كمان وهو بيسلم على دين عمر تقريبا انا بقى تذكر شو الله نفضل ثلاثة فالترجت واضح انه هو واحد يا مجلس إدارة وجهاز فاني دي حقيقة دي هم مبسوطين جدا انا عشان مع الكابتر خلال العوضي فيه كلام على طول لو فرحون مبسوط شكل الفرقة طبعا مختلف رد الفعل اللي هم بيسألوا ما انت برضو الناس بتتكلم صرف مجال صغير ان الفرقة شكلها كويس الحمد لله رب العلمية واقف على رجلية دي حاجة بتسعيدنا انا معاني الوزير بريس النادي له داع من البسكت كمان بقوة انه يبقى مبسوط وجاي فاين المنطق يعني المنطقة مش بنقلل منها بالعكس كان أجواءها انا بشكر مجلس إدارة المنطقة واللجنة الإعلامية بالإحصى بالمسابقات الله يشكرناهم على بصراحة الشكل العام سلمانه مجلس الإدارة بالكامل دي حقيقة وكل اللجان بأمانة منطقة القاهرة نكحة عمل البطولة حلو قوي في توقيت حلو ان انت قبل ماتش السوبر او قبل دور المرتبط يعني خلوا الأجواء حتى مكسب البطولة لطعم كابتن طري ايه اللي بتعمل له حساب بمعنى يعني انت كمدير فني وبتبقى راجل ليدر وراجل مسؤول عن الفريق في حاجات تقول أستر يا ربنا مش عايز ده يحصل ايه دايما اللي تحس ان انت الآن مش عايزه يحصل هل هل مثلا ايه ايه اكيد في حاجة بتقلع على الفرقة اه على فرقتك القصد على فرقتك علاقتهم ببعض حلو حلو جدا دي اكتر حاجة طول ما احنا ايد واحدة عنش كثير انا عندي في الفرقة ثلاثة اربع لايب بقى ده بالموقوت طول ما هم مقرابين من بعض ولغيين نفسيهم احنا متطمد هم عارفين كده كده القانين انا ممكن اقص يعني ممكن تلاقييني جيت على حد تقيل لو حسيت ان انا يبقى مصلحتي اهم من مصلحة الفرقة بس هم حتى الان بأمانة بأمانة كل الفرقة بفضل الله نكرين ذاته الحمد لله ونصيحة ليه ما كابتل ما عليش تسمح لي لا تفت المصلحة العامة اه مصلحة العامة حبزه الزم حتى لو هتيجي على نفسك المكسب بينسي كل شيء يعني يمكن يا كابتن هاي دي لقطات البطولة والتسليم ومعالي الوزير يقول لك مبروك مبروك هدينة ووجوده يعني معالي الوزير في دعم دعم مجلس ادارة نعائب الرئيس فيه بموجود مجلس ادارة بالكابل موجود يبقى حاجة الحاجة بتبقى يعني لها دعم فايزا انت اللي تخاف منه العنصر اللي بيلعب اللي هو هي قدي قدي مثال اخر ماتش يعني اليوبلس او كان الجزيرة قبله انت اول قارترين خسران الجزيرة ايكول واليوبلس خسران وهي هي نفس الفئلة فوكس مش موجود ديفنس ماشي اعلى حاجة يعني ايه مش انت نسبك قلت التالت والرابع سجود ديفنس نسب زادت الألبو تيم يعني الموضوع فيه توفيق عدد فيه بس لما بنبقى مسكين او مش عايز اقول بنفس مركزين مركزين فريطنا يا جامدين والروح علي على البنش انت مش ألم الحاجة خالص طب خلينا اتكلم يا كابتنا عن مثلا ودي برضو يعني معرفش يعني الناحية البدنية اول طبعا الاصابات بتاعت ربنا انا مش هادر اقول طبعا ان العيبة تصاب او ما تصابش او العيبة دي بتاعت الله سبحانه وتعالى ومهما كانت متعدى كويس او كل كلام بس انت بتعمل اللي في ايدك طبعا يعني شايف ازاي ان احنا نقدر نقلل بقدر مستطاع على الاصابات حل بالروتيشن حل بالعداد البدني يعني انت كمدير فني هتقفويت ده ازاي كله انت جزء البدني ده مهم انت عينك على جزء البدني ان انت ما تديش حاجة هو ما يدي حاجة محمل فتدي انت كمان حاجة فيحصل أوفرلود تماما روتيشن ده جزء مهم جدا انا عندي انا عندي اتنين اصابتين في الفرقة رانيم وهالا بس رانيم من اول السنة ظهرها في مشكلة فطالع نازل فتلاتة على تلاتة حملت اوي وفي بطولة المنطقة في حد شدها من ايديها خبطت في سن البورت ما كانش في حاجة سيفتي وهالا برضو من سنين عندها الاقيلس لو حملت عليه شوية بيلتهيب ومسعب بيورم وهي لعبة فينا المنطقة تاعة ومرتهيب شوية لانهارده كابتان السنور انما بقي الفرقة الحمد لله رب وانت قوة تتريح بس السوبر هي السوبر بس احنا يعني الترتيب كله انتونه بس نلصها من السوبر بمعنى كده الأدق يعني ولو في راحة كافية للعلاج في اللي جاي ما عنديش مشكلة شايف منتخب مصر سيدات ممكن نعمل نتيجة في أفراقيا الفرقة اللي احنا شفناها في الأندية دي لو المنتخب يعني اتعملوا عدد مشاط كاحتكيك او اتلم فترة بدري شوية بالفرقة اللي احنا شفناها في الأندية بطرات الأندية غير المنتخبات المنتخبات بيجي لك محترفات ماتفرجتش عليها كمنتخبات عشان انا كنت بتفرج على ميرال بتفرج على هالة بتفرج على محدودات بس تجبت في الوقت اللي بتفرج عليه في المنتخب ان انا بقى مركز انما احنا في رئيس نجام ده عندنا عندنا بص عندنا بالميكروات كويسة عندنا قطرات وصناتر عندنا سناتر عندك كل المقاومات اللي انت على الأقل ما تبعيش في التامن تقدر تقدر تدخل في المربع صح في جزء لك انت كمدرب انك تصيع شوية او تدير الموضوع ما انت اكيد تلاعب ناس حسن منك ما انت لازم تكسب انت عشان تاخد بطولة لازم تكسب اللي حسن منك صح مش لازم يبقى كله سهل فجزء منها مدرب بإدارته للموضوع او صياعة وزي ما بنقول جزء منه نفسي للولاد جزء منه عدل اللي انا اخد ناس تستاهل تلعب في المنتقل يعني فيه زي اي بلان لأي موضوع صحيح كمتن طارع انا كنت سعيد جدا جدا بالحوار معاك النهاردة انا اللي سعيد يعني شخصي ناجح وراجل خلاص في رط اسمك في كورة السلة الاحلاوية في مصر كلها اشكرك والف مليون مبروك واتمنالك كل التوفيق حبيبي انا اللي سعيد وسعيد ان انتم مبسوطين وسعيد ان الجمهور مبسوط وسعيد ان فرقتي مبسوطة انا بقى يسعد واحد في الدنيا اكيد نورتين وشارتين كابتلات عزيزي اعزائي المشاهدين ده كان لقاءنا النهاردة مع بطلات كرة السلة نعرضة بطلتين من اتنين ان شاء الله اذا ما كابتل طارق خير تفضل وقال ان شاء الله خمسة من خمسة السنة دي وده اترجت بدون هزيم كل التوفيق لكل فرق النادي الاهلي بشكركم شكرا جزيلا حسن وطبعة والى اللقاء اخر مع الامطال